السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. من اليهاردة هوريكم عجائب في العيون الغير عادية. اول حالة شايفنا حضرتك اسمها الهيموكلاري. نعم يمكن حقا ان تبكي دموعا هي قطارات من الدم. مش مية دم. الحالات دي ليست مرض بقدر ما تشير الى سبب. السبب ده ممكن يكون خلل في العواية الدموية بتنمو بطريقة غير صحيحة. سرطان ورم التهاف في الانسجة سواء كان بكتيريا او فيروس. حالات دي بتكون غالبا في الاطفال والمراهقين. والعلاق بيعتمد على السبب بتاعها. ده يعني حالة حالة اسمها بولي كوريا. بقبو العين عبارة عن فتحة مستديرة تكبر مع تراشي الدوق وتصغر كلما ستعى الدوق. دوق جامد تلاقي بقبو افل. دوق ضعيف تلاقي البقبو فتحة للاخر. كل واحد له بقبو واحد في عينيه. نادر بقى نادر لما تلاقي واحد عنده اكتر من بقبو في عين واحدة. العمل كده مضغر واضح. خلال جيني حصلت مشكلة. المهم ان هو غير واضح. ممكن يكون بسبب جلوكومة واحتام عدسة العين. في الغالب الى الجميع ما بيحتاجش علاج. لكن لو كان في مشاكل في الرؤية ممكن يعملوه جراحة ويزبطوا له الرؤية البهتة بتاعته. تالت حالة تغير اللون. قزحية العين هي الجزء الملون من كل عين. في بعض الاحيان بيكون لون القزحية في عين مختلف عن اللون التاني. ده ممكن العين الواحدة يكون ليها اكتر من اللون القزحية بتاعتها يكون لها اكتر من اللون. في الغالب برضو ما فيش اي عراض تانية وما بتحتاجش اي علاج. رابح حالة قدامنا متلازمة عين القطة. يمكن ان يسبب هذا المرض شقا او فجوة في اجزاء من عينك. الدكتور هيقول لك الحالة دي اسمها كولوبومة. عندما تؤثر على قزحية العين او بقبو العين قد يبدو عينك مثل عين القطة. يمكن ان يحصل كمان مع عين القطة دي على ورم اسم ورم كولوبومة. الورم ده ممكن يحصل اي حتة بجسمك. ممكن يكون في اكتر من اي حتة بجسمك. وكل ده سببه خلال جيني. للأسف الحالات دي بتحتاج طاق من الاطباء عشان يدير كل الاعراض المختلفة اللي موجود في المريض ده. التهاب العصب البصري. اي حد يجيله التهاب في العصب البصري. والكلام ده بيكون في الغالب من عشرين لاربعين سنة. مص الحالات اللي بيجيلها التهاب في العصب البصري بيحصل لهم حاجة اسمها التصلب المتعدد. ايه التصلب المتعدد ده? مرض بيهاجم خلايا الدماغ. عادة بيصيب عين واحدة. قد تفقد الرؤية لبضع ساعات او ايام او حتى اشهر. او تفقد جزء من الرؤية المحيطية. قد تشعر بالالم وتجوش الرؤية وترى الادواء الساطعة. قد تكون لالوان وخاص اللون الاحمر اقل سطوان. على الرغم من انه عادة ما يختفي من تلقاء نفسه. يمكن للطبيب ان يعطيك المنشطات لخفيف الالم والتهابات. يجب ان يعود بصرك الى تبيعته في غدون عام. لكن المشكلة انه ممكن يحصل يتكرر مرة تانية وتلتة وربعة. حاجة تانية متلازمة شارلز بوني. ايه موضوع شارلز بوني ده? الاشخاص المسابون بهذه الحالة يرون لكن لا يسمعون. ما بيسمعش. لكن يرى. يرى ايه? انماط وصور لا يستطيع الاخرور رؤيتها. يمكن ان تستمر هذه الهلوسة من دقائق لساعات. قد يكونون لا يتحركون او سابت. سابت او يتحرك الهلوسة. دي شغالة. السبب غير واضح. ولكن من المحتمل ان يكون رد فاعل دماغك على فجدان البصر. خاصة اذا كان مفاجئ. انه ليس علامة على الانهيار العقلي او مرض في المخ مستلخرف. لا يوجد علاج. لا يوجد علاج الاساس دي. ولكن يمكن ان يساعد في تغيير الاضاءة والحصول على كستة كبيرة من الراحة. يساعد الحالات دي في الحوار ده. هناك ادوية ولكن لها اثار جنابية خطيرة. وهي مخصصة للحالات الشديدة. المهك العيني اوكلر البنيزم. احكاية در بخر. تمتسك زحية العين الضوء. شبكية عينك في الجزء الخلف من عيلك بتعليكها. اذ لم يكن لديك ما يكفي من الصبغة التي تمنحها اللون. فقط تضرر الاعصاب التي تساعدك على الرؤية. يمكن يؤدي زيلك الى رؤية ضبابية. عيون تبدو في اتجاهات مختلفة. اختلاف الحساسية للضوء. مشاكل في الحكم على المسافة. لا يوجد علاج. ولكن يمكن لطبيب مساعدتك في ادارة الاعراض. اعتام عدسة العين. تروماتيك كاتركت. العدسة بتاعة حضرتك دي هتعملة زي الاستيك. بتساعدك في تركيز الضوء والصورة على شبكية العين. طيب. اتخبطت اتعورت حصل اي ترومة لي العدسة بتاعة حضرتك. هتتلايف ويتراكم عليها الكلسام ويتبقى عاملة زي طبق الجبس. في الغالب يتبص عين العيان عاملة زي ما يكون امر من الجبس. الدكتور ممكن يدي كورتيزون عشان يقلل التهابات والضغط اللي موجود في عينك من جوة. ديك منطقة حيوية عشان يحصل التقام للجرح ده. لكن ده هيساعدك ان العدسة ترجع زي ما كانت في الغالب لأ. ممكن يشيل العدسة ويحض عدسة تانية او يشيل العدسة وتشتغل مع نظارة. يلبسك نظارة. شال العين الخارج التقدمي المزمن. مرض اسمه ايه حكايته ده بقى? يمكن ان ترس الجينات التي تسبب ضعف العضلات داخل وحاول عينك. او بتوقف عن العمل. عضلات ضعيفة او مش غير خالص. ممكن المرض ده يبدأ من سن تمنتاشر لسن اربعين سنة. ممكن يؤثر على العين واحدة او يؤثر على الاتنين. قد تجد صعوبة في البلع او تشعر ان العضلات في جميع انحاء جسمك ضعيفة خاصة بعد ممارسة الرياضة. لا يوجد علاج. لكن الجراحة يمكنها تصحيح تدل الجفون والاعراض الاخرى. حالة تانية بيسموها ايه 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 دي? يمكن ان يكون بقى بالعين باحجام مختلفة. المفروض ان بقى بالعين اليمين زي الشمال. لا. ده ممكن العين يكون اكبر او اصغر من الشمال. واحد من كل خمس حالات مصابين بدا ليست لديهم اي مشاكل صحية. نادر ما بيحصل الكلام ده مع امراض نادرة. زي حالة متلازمة هورنر. متلازمة هورنر دي تلاقي بقب عين اصغر من التاني. وتلاقي غطاء علوي متدلي. ومقلة عين غاركة في تجوفه. ونقص في العرق في عرق الوجه في على الناحية المصابة فقط. ده متلازمة هورنر. الحاجة تانية. في متلازمة اسمها متلازمة قضي. متلازمة قضي ده بتلاقي بقب مفتوح دائما ولا يجاد يستجيب للضوء. تحط ضوء ما يتحركش. تجيب ضل ما ما يتحركش. علاج اسمه اسكوبالامين. اسكوبالامين ده علاج بياخدوه لعلاج لدوار البحر. احيانا بياخدوه نقطة. احيانا طيب انا ما اخدتش اسكوبالامين وما عنديش هورنر ولا ما عنديش قضي. حصل مرة واحدة تغيير مفاجئ في بقب العين. اعمل ايه? ساروخ على العيناء المركزة لانها تبقى فيه كارسحة صلت. الورم الارومي الشبكي. الريتنوبلاستومة. الريتنوبلاستومة ده سرطان بيحصل في شبكية العين. انه الشكل الاكثر شيوعا لسرطان العين لدى الاطفال. ولكنه نادر بالنسبة للبالغين. قد تلاحظون ابيض في حدقة عين طفلك عندما يستعدوا عليها. قد تكون عينها حمراء ومتورمة. ويبدو انهما تنظران في اتجاهات مختلفة. العلاج بتاع السرطان ده كماوي واشعاع. التهاب تاني اسمه التهاب الشبكية الصباغي. اريتنايتس بيجمنتوزا. الريتنايتس بيجمنتوزا دي مجموعة من الامراض الورصية. نادرة. بيتدمر خلايا حساسة للضوء في شبكية العين. يقوم يعمل ليه? يديق مجال الرؤية. ويجعل من الصعب جدا الرؤية في الليل. للاسف لا يوجد علاج. وللاسف الماضع بيزدد سوق مع مرور السن. الاطباء كل اللي هما بيقدروا عليه بيدلوا اجهزة ويخلوه يتحق يعني يستفيد باقصى استفادة من اضاءة قويزة. ما يمشيش قال له وتحرك قال له اذا كانت اضاءة قويزة جدا. حاجة تانية اسمها ايه صغر العين. المفروض ان العين بتاع تحضرتك اليمين بتكون قد الشمال. لا. ده انت حضرتك تلاقي واحدة اكبر من واحدة. وممكن تلاقي واحدة وما تلاقيش التانية خالص في حال اسمها انفسالمية. ده بيحصل بسبب خلال جيني. او كيموية التعرض للمواد كيمويات وفيروسات اثناء الحمد. الدكاترة اللي عنده فقدان تام في عينيه ده. ممكن يعملوله عين صغيرة صناعة كده. ومع السن يكبرها له بحيس ان هو بيكون حاجة ايه منظر بس ان اللي يبصله يلاقيه كائن مطبيعي. اخر حالة عندنا حالة بيتس كريستالين ديستروفي. بيتس كريستالين ديستروفي دي عبارة عن مرض وراسي. بيحصل ايه تكوين بلورات صفراء او بيضاء في شبكية العين. بمرور الوقت ستصبح ريتك اقل حدة. وستجد صعوبة في الرؤية ليلا. قد تفقد الرؤية الجانبية او تواجه مشكلة في رؤية الالوان. يمكن ان تسوق عينك بمعدلات مختلفة. تبدأ المشكلة في سن المراهقة او في العشرينات من العمر. بحلول الاربينات او الخمسينات من العمر قد تضطر الى قلب رأسك لرؤية الجانب. هذا يجعلك اعمى من الناحية القانونية. هذا لا يعني انك لا تستطيع الرؤية. فقط ان لديك ضعف في الرؤية لا يمكن تصحيحه بالنظارات او حدثات اللاصقة. اتمنى نكون افدناكم. اشكركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.